حسيتنا لهذا اليوم تقولك واحد يجب سيارته طبق يم القصاب شاف الشاش اللحم التازم علقة قال لعم طيني فت كيلوين لحم مال تشريب القصاب قال للمشتري تفضل هنا أنا أقعد أستاذ جاب لكورسي قعد الرجال ووصاله على تشاي حسب الأصول القصاب وزن كيلوين لحم ونطام علاق هدية ومنه ينطي معلاق هدية وقال للعمل روح خلي هذا اللحم والمعلاق بسيارة الأستاذ الرجال شاف القصاب مهتم بي قال لعمي أنت منطيني معلاق هدية أنت تعرفني القصاب قال لشنو نسيتني أستاذ أنت أستاذي بالمدرسة وطبعا أعرفك وأنا شنطالب عندك شنطالب كلش كسلان تتذكر يا أستاذ من أني إجيت متأخر وما محضر الواجب وحتى ما خليتني أدخل للصف وطردتني وقلت لي ببقتها روح جيب ولي أمرك وإذا ما جبت ولي أمرك ممنوع تدخل للمدرسة وأني من ساعتها طلعت وما رجعت للمدرسة بعد ومن وقتها رحت أدور شغل واشتغلت على القصاب وتعلمت الشغلة وفتحت لي محل ومثل ما دتشوفني هسه صار عندي ثلاث محلات ومزرعة وبيها غنم خير من الله أستاذ هنانا قال لي ولك ذكرتك خيب يا ريتني هربت وياك من يومها جاناني هسه ملك فربط سعلفتنا يا جماعة الخير مثل اليوم الواقع التعليمي اللي دنعيشه إحنا الواقع المتدني وأعداد المدارس والجامعات الأهلية اللي لا تعد ولا تحصى وبالتالي لا المدرس وصل المعلومة صح لأن ما اعتمد على التدريس الأهلي لأن بيستفاده ولا طالب مركز بدراسته وصار الوضع من سيء إلى أسوأ وشكرا بالنون وبسلامتكم اشتركوا في القناة